تحديات الصيف المقبل كانت المحور الأساسي للاجتماع التنسيقي لوزارة المبارد المائية مع مديريها العامين في جميع المحافظات التأكيدات جاءت على أن الخطة الزراعية للموسم الصيفي ستعتمد على الخزين الذي يتم تعزيزه تدريجيا نحن بحاجة ملحة إلى بناء خزين مائي لمواجهة الصيف القادم بس أنا أقول ما يزال هناك تحدي كبير إذا موضوع الزراعة في الصيف القادم أملنا مركز حاليا على متابعة موضوع مياه الشرب والاستخدامات البشرية بشكل أساسي لأن في المناطق الجنوبية في مناطق ذنائب الأنهر الرئيسية وذنائب الأنهر المتفرعة هناك بعض المحددات المعنيون في وزارة الموارد المائية أكدوا أن العمل يجري على وضع خطة متكاملة في المرحلة المقبلة لتأمين الماء الخام لمحطات الإسالة بالدرجة الأولى ومن بعدها الزراعة والثروة الحيوانية حاليا في وضع حالي ما متوفر عندنا من كميات مياه جاي ندرس فقط إيصال المياه الخام وتأمين المياه للبستنة والعفو والثروة الحيوانية يعني الأشياء القائمة يعني أما فيما نتأمل إحنا خلال الأيام القادمة ورود كميات من الأمطار وما يردنا يعني من الدول الجوار رح تدعم خزاناتنا ومن المؤمل أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات لوزارات الموارد المائية العراقية والإيرانية والتركية لبحث زيادة كميات المياه الواردة للعراق فضلا عن تفعيل التفاهمات والاتفاقات بما يضمن حصصا عادلة ومنصفة خصوصا وإن الخزين الحالي يعد منخفضا نسبة للأعوام السابقة من بغداد زيد الطائي قناة العراقية الإخبارية